للسلطان يخلي حمارة عجماء انها تعمل ايه ها تتكلم للسلطان 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 يا حبائي في كل شي له كل المجل بعلم الهي وشايف الهي له السلطان ده يطمنا ده يخلينا في امان رغم الظروف اللي حوالينا لكن فيه سلطان الهي دفع الي كل سلطان حتى النباتات له سلطان يؤمر في سفر يونان على يقطينا في يوم تطلع في يوم نعم يقدر في انجيل يحنى اصحاح اتنين تقوله القديسة العذراء مريم ليس لهم خمر خلصت خلاص وتقولهم كده كل اللي يقولوا ليكم افعلوا ده له سلطان يا جماعة فيقولهم املأوا الاجران ماء عشان يطلع الخمر يا حبائي لازم الكرمة تتزرع وتطلع وتجيب كروم وياخدوا العنائد يعصروها والعملية دي تاخد شهور لكن له السلطان مجرد ما الاجران امتلأت ماء قال لهم صبوا فصبوا كان ايه يا حبائي خمراء حتى الناس اندهشت اصل له السلطان له السلطان على المرض ايا كان نوعه في متة اربعة يقول كان يشفي كل مرض وكل ضعف احنا عندنا كل طبيب له تخصص في بطنة في عيون في عظام في جميعا واحد تخصصات كل واحد تخصص لكن الرب يسوع تخصصه كم تخصص بقا يقول في خروق خمستاشر انا الرب شفيك يلا نقول بعض العينات كده نشوف سلطان على المرض بعد ما فشلوا الاطبة ماركوز خمسة واحدة جالها نزيف استنت كم يوم انه يخلص مفيش كم اسبوع كم شهر كم سنة حد فكر ها اتناشر سنة حاجة مرعبة اتناشر سنة تنزف اشارة الى الخطيئة الست دي يا حبائي لم تبخل على نفسها يقول ذهبت الى اطباء كسيرين يعني يبدو ان في الحي بتاعها راحت لكاذا دكتور ما نفعش راحت لحي تاني راحت للبندر راحت للمحافظة الطباء كسيرين وزرفت كل اللي عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت الى حال اردأ ايه ده ايه ده فيش طبيب ينفع قالها ارمية زمان اليس بلسانا في جلعات ام ليس هناك طبيب قال عنهم ايوب لصحابه كلكم اطباء بطلون كلكم معزون متعبون لكن ييجي الطبيب العظيم صاحب السلطان تقول ولو مسست حد فكرها هدبسوه شو فيت وتيجي بكل ايمان تيجي تعلن ايمانها العظيم فيقف النزيف في الحال وتخاف وترتعب يا ابنة ايمان قد شفاكي اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك ايه ده يا حباء بيعالج الانسان بسلسيته في المرأة دي روح ونفس وجسد روح بيقول لها يا ابنة صارت بنت لله اما كل الذين قابلوه حد يقول معايا اعطاهم ايه السلطان ان يصيروا ايه اولاد اللي ما تيجي النهاردة تعال النهاردة اقبل هذا الاله العظيم في قلبك تصير ابن لله